معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور أحمد شريف الخبيل الاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور أحمد معركة الموصل منذ البداية بطبيعة الحالقاء للخبراء بأن دويلة داعش ستسقط ولكن معركة الموصل كانت صعبة جدا إذا ما تحدثنا عن هذه المرحلة مرحلة طلعفر ما المتوقع كيف ستختلف عن معركة الموصل بتحدياتها بصعوباتها بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الحديث عن تلعفرح لا تحدث عن عقدة استراتيجية مهمة للتنظيم لسيما هي تمثل العقدة الأهم في الخط الرابط بين الموصل وحلب هي معبرا لأهم وأخطر خطوط النقل الستراتيجية البرية التي تتربط العراق بسوريا فضلا عن أنها بشكل أو بآخر تمثل مقتربات من خطوط نقل الطاقة سواء كان البترول أو الغاز الطبيعي وهي تدخل أيضا في إطار استراتيجية التنظيم في السيطرة وفرض الإرادة في هذه العقدة استراتيجية فإذن من حيث التقييم الهدف صعوب ولكن من حيث تأمين الوفرة في المقاتلين والاستعداد للقتال ممكن أن أقول أن المعركة ستكون سريعة لا سيما فيما يتعلق بتهيئة جهدا قتاليا ساندا من السكان المحليين من تل أفر فضلا عن أن تراتبية العملية ستجري وفق تهيئة مستلزمات إدارة معركة ناجحة سيكون خط الاشتباك للاقتحام والمواجهة جهاز مكافعة الإرهاب مسنودا بأفواج تكتيكية وقوات التدخل السريع ثم عملية العزل والتطويق التي ستكون مهامها مناطب الحشد الشعبي سيكون جناح مهم وفاعل بالحشد الشعبي من السكان المحليين فأعتقد هناك وفرة في القتال فضلا عن أن المقاتلين أصيبوا بانتكاسة كبيرة جدا في داخل تل أفر تصدع في وحدة موقفهم فضلا عن انهيارهم على مستوى القدرات القتالية بعد عملية العزل والتطويق التي كانت تكون محكمة بشكل دقيق هل من نقاط قوة تبقى ولو كانت قليلة لداعش بمعركة تل أفر نعم بالحقيقة هناك مناطب قوة وهناك ربما عقبات تتعرض لها القطاعات التي ستقاتل برا ولكن تم تأمين في استراتيجية التخطيط للمعركة التخطيط استراتيجي أخذ بنظر الاعتبار هذا الأمر وكان هناك تعاون فتح حوار مع الجهد الساند من قبل التحالف الدولي في الانطلاق بعملية تليين الهدف عبر ضربات متتالية من قوات التحالف الدولي هذه بالحقيقة ستجعل الأهداف لينة لأنها ستستهدف مراكز القيادة والسيطرة وستجري شبه عملية تجريد هل من تحضير لما يمكن أن يقوم به داعش الكل يقول بأنه سيلجأ بعد هزيمته لحرب عصابات ستكون أشد عنفا حتى من حرب العصابات التي كان تعتمدها القاعدة هل من تحضيرات لما يمكن أن يلجأ إليه داعش بهذه المعركة؟ قطعا داعش الدخرة نخبة من مقاتليه هم يصنفون بأنهم يمتلكون مهارات قتالية عالية ولكن في تقديرنا لن يكون مسرح العمليات يتخادم مع هذه القوات في قدرتها على المشاغلة والاشتباك والاختباء من القطعات المشاغلة سواء كانت برا أو جوا لأسئل أن مسرح العمليات في تلعفر سيكون مفتوح بخلاف ما كان عليه الحال في الساحل الأيمن من الموصل الذي كان مسرح عمليات مغلق أعطى للتنظيم قدرة المرونة والمشاغلة فضلا عن أنه لا توجد نسب سكانية كبيرة جدا ممكن أن يستثمرها التنظيم بوصفهم دروعا بشرية أو رهائن لذلك هذه المعطيات ستجعل الهدف لينا في القياس التعبوي في عملية الاحتواء عسكريا أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بغداد دكتور أحمد شريف الخبير الاستراتيجي شكرا اشتركوا في القناة